موسيقى انا برضو الحقيقة يعني الموضوع ده وكل شوية هتكلم فيه وكل شوية هقنادي به حق اتصد النهاردة وإحنا بنتكلم كلامنا هيكون عن مباراة النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي اللي في الدورة الحقيقة الاستاذ فرج عمران نائب رئيس النادي الاسماعيلي اتكلم وقال كلام كتير جدا الحقيقة ان في كل موسم بيكون الكلام مكرر عن النادي الاهلي السؤال دايما يتقال وليه النادي الاهلي مش بيلعب في الاسماعيلية كل مرة نطلع ونرد بيني وبينكو المرة دي بس قبل ما نتكلم او قبل ما نرد المرة دي الكلام اكثر عقلانية في عقلانية من السيد نائب رئيس النادي ولكن للتوضيح وللمرة المليون للمرة المليون لعيبة النادي الاهلي ممكن يبقى وقفين عندهم مطشم على الاسماعيلي مثلا يوم الحد ما احنا ما عندناش مشكلة ان احنا لعيبة النادي الاهلي تسافر الى الاسماعيلية وتلعب المباراة في الاسماعيلية للمرة المليون بقول هذا الكلام عشان ما حدش يطلع يقول اصل الاسماعيلي ربنا يعني النادي الاسماعيلي احنا كلنا بنحب وكلنا بنقف معاه وكلنا يعني من الانداء اللي احنا بنحبها جدا جدا ولكن النادي الاسماعيلي لما بيتغلب يقول لها خصله الاهلي ما بيلعبش في اسماعيلي مش ده بيحصل ومش عايز حد يهاجمني لانه هو ده اللي بيحصل وهو ده الكلام اللي بيطلع يتقال وهو ده الكلام اللي بيحصل النادي الاهلي ليس له زنب في هذا الامر النادي الاهلي عنده لعيبة مسك شنطها وعندها استعداد ان تذهب الى اي مكان في مصر للعب اي مبارا مع كل الاندية النادي الاهلي هو البيت الكبير النادي الاهلي ما عندهش مشكلة مع اي حد خلي بالحضراتكم علاقات النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي علاقات رائعة على مستوى المسؤولين وعلى مستوى الجابهين وعلى مستوى كل المستويات الحقيقة فا اقامة مباراة الاهلي واسماعيلي قرار إقامتها في ملعب الجيش ببرج العرب هو ليس خاص بالنادي الأهلي ده قرار بيبقى بالاتفاهم بين لجنة المسابقات والقرار الأمن والحج عامل حسين لا أحد يتدخل في هذا الأمر مجلس إدارة الاتحاد الكورة يعني اللي بيمثلوا فيها الحج عامل حسين في لجنة المسابقات ومع الأمن وبيتفقوا يشوفوا المباراة دي حتتلاها فين مئة مرة بنطلع ونطلع إحنا نتكلم في هذه الأمور وأيضا على فكرة الحج عامل أيضا بيطلع يتكلم في مثل هذه التصريحات وبيؤكد أن الأهلي ليس له يد في مثل هذا القرار لأنها هذه هي الحقيقة ونادي الأهلي مش هيلعب في إسماعيلية ليه معلش حد يقولي النادي الأهلي مش هيلعب في إسماعيلية ليه أنا لما كنت بلعب في الإسماعيلي كان النادي الأهلي بيجي يلعب في إسماعيلية عادي جدا لما روحت النادي الأهلي كنت بروح ألعب في النادي الإسماعيلي عادي جد ولكن جدة ظروف بره إرادتنا وبره نطاق كرة القدم ليس لأحد يد فيه ولا الأهلي ولا الإسماعيلي بالمناسبة ليس لأهلي يعني ما فيش حد حاطت إيده في الموضوع يعني فأتمنى أن يكون الكلام واضح مش كل مطش وكل مرة الأهلي حيلعب الإسماعيلي نطلع نقول هذا الكلام لأنها في النهاية هي مباراة كرة قدم بني وبينكو يعني تسعين دقيقة الأفضل في الملعب يفوز أنا بهو بقول الأفضل في الملعب يفوز بني وبينكو أنا لعبت مباريات أهلي وإسماعيلي كتير جدا سواء مع الأهلي أو مع الإسماعيلي المباريات دي بتبقى مباريات ممتعة للجماهير بشكل كبير جدا الأهلي بالنسبة له كل فرقة دور إخواته إخواتنا وحبيبنا وزي ما قلت لحضراتكم الفترة اللي جاية هنجد مثل هذه الأمور كثيرة جدا 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 من خلال النادي الأهلي اللي هو البيت الكبير مش من خلال برنامج ولكن من خلال النادي الأهلي اللي هو البيت الكبير لما تيجي تتكلم بقى عن مباراة الأهلي والإسماعيلي فهي من المباريات الكلاسيكية أهلي وزمالك أهلي وإسماعيلي أهلي واتحاد أهلي ومصري الحاجات دي أو المباريات دي هي المباريات اللي الكل بينتظرها مباريات الأهلي والإسماعيلي لها شعبية كبيرة جدا 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 في النهاية الأهلي بالنسبة له يعني كل المباريات بتلات نقاط تلعب الإسماعيلي زي ما هتلعب كذا ولكن ماتشات دي بتبقى ماتشات حلوة ماتشات رايحة ماتشات جاية الأهلي عايز يكسب والإسماعيلي عايز يكسب مهما كانت ظروف النادي الإسماعيلي عندما يطلقى النادي الأهلي مع النادي الإسماعيلي تبقى الأمور مختلفة محدش يقول لك الظروف الإسماعيلي كلنا عارفين نعلم ظروف الإسماعيلي ولكن مباريات الأهلي والإسماعيلي دائما ما تكون مباريات مختلفة فمن فضل حضراتكم أرجو من المسؤول اللي يطلع ويتكلم من فضل حضرتك خلي بالك من الكلام والأستاذ فرج عمران تتكلم بشكل رائع أنا بالعكس هو تكلم عن أن جمهور الإسماعيلي بيتعب من مشوار برج العرب جمهور الناد الأهلي بيتعب من مشوار برج العرب وبعدين القاهرة الإسماعيلية برضو مسافة طويلة من الصغيرة أو من إسماعيلية بقى الإسكندرية ومن القاهرة الإسكندرية ما هي مسافة طويلة على الجمهورين مش على الجمهور الإسماعيلي فقط ما هو الجمهور الأهلي على فكرة بيجري ورا فريقه وعايز يروح يتفرج على فريقه ويشوف مباراة الأهلي ويشوف مباراة الأهلي والإسماعيلي وكل حاجة ومعندناش أي مشكلة طالما القرار مش بإرادة الأهلي ومش بإرادة الإسماعيلي فما فيش أنا بالنسبالي ما بشوف أي مشكلة كل اللي يهمني إن المسابقة تنجح ونلعب مباراة جيدة والمسابقة تنجح والأفضل يفوز في الملعب إذا كان الأهل الأفضل فيكسب الإسماعيل الأفضل يكسب ما عنديش مشكلة في هذا الأمر لأنه أنت بتلعب دوري طويل جدا جدا أحبيت بس أن أنا أنوه عن هذا الأمر لأنه الكلام في هذا الموضوع كتير جدا